اهلا بكم احبائي المتابعين رأينا في الحلقة الماضية خلفية الآية 183 من صورة البقرة يَأَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ورأينا كذلك الصيام في اليهودية والنصرانية والمسيحية والتسهيل الذي وقع في التشريع القرآني من صيام قطاعي من الغروب إلى الغروب في أيام معدودات كصوم الكيبور إلى صوم مخفف من الفجر إلى الغروب كصوم السابع صيام جيداليا لإحياء ذكرى دبح حاكم أرشليم بعد هدم الهيكل ومعرفة مدة الصيام عند اليهود هي نفسها عند الإسلام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر باستخدام قطعة قماش الطاليط بأهداب من اللونين الأبيض والأزرق وبقي لنا الحديث عن صيام طائفة أخرى أو ديانة أخرى جاء ذكرها في القرآن في صورتي المائدة والحج وهم الصابئة وذلك في صورة المائدة الآية 69 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذلك في صورة الحج الآية 17 فالصوم عند هذه الطائفة قريب من صيام الإسلام في بعض النقط والصابئة المندائيين هم طائفة دينية موحدة بالله لها كتاب مقدس اسمه سدر ربا أو كنز ربا أي الكنز العظيم وأنبياءهم هم آدم وشيت أو شيتل ونوح وسام وإدريس وآخرهم يحن المعمدان ولهذا جاءت تسميتهم الصابئة وهي مشتقة من الجدر صبا والذي يعني باللغة المندائية صباغة غطة أو غطس في الماء وهي من أهم شرائعهم الدينية وبذلك يكون معناها المصطبغين بالماء الحي الجاري ونور الحق والتوحيد والإيمان ولهذا تجد معابدهم دائما على ضفاف الأنهار كالدجلة والفورات ويعتبر الصوم عند الصابئة ركن من الأركان الخمسة لعقيدتهم وهي الشهادة بوحدانية الله الحي العظيم والصلاة والصوم والمعمودية والصدقة وما يهمنا هو الصيام عند الصابئة وهو 33 يوما موزعة على مدار السنة في أوقات محددة عادة ما تسبق أعيادهم أو بعدها وينقسم الصيام إلى قسمين الصوم الكبير صوم ربا وهو صوم القلب والعقل والضمير يقول الكتاب الأول من كنز ربا وكذلك كتاب الثاني الفصل الأول لتصم عيونكم وأفواهكم وأيديكم لا تغمز ولا تلمز لا تنظروا إلى الشر ولا تفعلوه والباطل لا تسمعوه ولا تنصتوا خلف الأبواب ونزهوا أفواهكم عن الكذب والزيف لا تقربوه أمسكوا قلوبكم عن الضغينة والحسد والتفرقة أمسكوا أيديكم عن القتل والسرقة أمسكوا أجسادكم عن معاشرة أزواج غيركم فتلك هي النار المحرقة أمسكوا ركبكم عن السجود للشيطان وللأصنام الزيف أمسكوا أرجلكم عن السير إلى ما ليس لكم إنه الصوم الكبير فلا تكسروا حتى تفارقوا هذه الدنيا أما الصوم العادي صومة وهي من أصل أرامي صومة بمعنى امتنع انقطع ويكون عند المندائيين القطاع عن الأكل اللحوم ومشتقاتها خلال أيام صيام إن أول صوم يكون بعد عيد الكراس أي عيد رأس السنة الصابئية في شهر شباط الصابئي ومدته خمسة عشر يوما ثم الصيام الثاني يكون في شهر آذار الصابئي ومدته يوم واحد فقط وآخرها صيام طابيت ومدته يومين قبل رأس السنة الصابئية وهكذا اتنع عشر صوما مدته كاملا تلاتة وتلاتين يوما كما قلنا والإمساك عن المفطرات مع نية الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من خلال هذه الجولة في طقوس الصيام بين المسيحية واليهودية والصابئة يتضح جليا أن الصيام أمر تطوعي الهدف منه تهديب النفس وترويضها عن فعل المعاصي والخطايا بل هو كفارة ووسيلة من الوسائل التي تنقي الضمائر والقلوب خاصة عندما تؤرخ لذكرى حزينة وما صيام الإسلام إلا فرع من فروع هذه الأصوام أو هو خليط منها جاء بنفس الرسالة التي أتت بها الشرائع الأخرى والصيام في جوهره الامتناع عن عمل الشر من قتل ونهب وصرق وكذب وغش وحقد واللائحة طويلة وهنا من ينقطع عن الكلام حتى لا يتفوه بكلمة نابية أو كلام جارح أو كذب أو بهتان وهذا ما جاء في صورة آل عمران الآية 41 عن بشارة زكريا بيحن المعمدان أو يحيى بن زكريا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أو في قصة مريم في القرآن فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية صورة مريم الآية 26 وهذا بالضبط ما هو موجود كنوع آخر من الصيام عند السوريان وهو بالثاء صوم ثاء بمعنى الامتناع عن الكلام أو الصمت أو السكوت التام للأسف في مجتمعنا نجد أن أيام الصيام في رمضان هي الأيام الأكثر مشاحنات ومشاجرات بين الناس بسبب تغيير المزاج للانقطاع عن التدخين أو الشرب أو الطعام أو عادات أخرى وأكثر شهور نفاقا ورياءا بالازدحان في المساجد وكأن رمضان هو الشهر الوحيد لأداء الصلاة والصوم وفعل الخير هو الشهر الأكثر تبذيرا للطعام والشرب من باقي أشهر السنة لماذا؟ لأن الإنسان في وقت الصيام يشتري ضعف ما يحتاجه للإفطار ويقال إن الحكمة من الصيام هي الإحساس بما يعانيه الفقير من جوع وحرمان لكن ما يحصل هو العكس فتجد مائدة الإفطار تتنوع بشتى أنواع المأكولات والمشروبات هذا لو استثنينا مائدة العشاء والصحور والفقير مجبر أن يصوم هو كذلك ليشعر بنفس الجوع والحرمان في النهار كباقي المسلمين ويتحول موعد الأكل والشرب من النهار إلى الليل فقط ثم تنقلب معه الحركة والنشاط ليصبح الليل بعد وجبة الفطور يعج بالنشاط وبالحركة والصار والنهار يكون ساكنا مليئا بالكسل والخمول أثناء العمل والشغل إذن أصبح الصيام عادة وليس عبادة وانحرف عن دوره 180 درجة بفضل شيوخنا الأفاضل وعاداتنا السيئة لا بارك الله فيها نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة وكل رمضان وأنتم بألف خير اشتركوا في القناة